أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صراعات فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية تشهدها الساحة ونلحظها في كل ميادين الحياة في الشارع والمنزل وفضاء الإنترنت فترى من لا طعام لديه يخوض في حكم الأكل بأوان الفضة وترى من تعيش بلاده مشاكل اجتماعية وسياسية وإنسانية يخوض في قضايا بلاد أخرى ترى أيضا من يسعى لنشر الفن والترفيه في مناطق تعاني الجهلة وسوء التعليم ترى كذلك من يرفع شعار تطبيق الشريعة ويبدأ بالجانب الجزائي العقابي ويحصر الشريعة بذلك أليس الاختلال الفكري وفي الموازين مشكلة تعانيها معظم مجتمعاتنا كيف السبيل إلى الخلاص من هذه الأزمة ما هو فقه الأولويات وهل له مستند شرعي نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الدكتور محمد نور حمدان دكتورا في الفقه الإسلامي وأصوله مرحبا بكم دكتور دكتور من خلال المقدمة التي ذكرنا هذه المشاكل التي تعترين كيف نوصفها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عندما نتحدث عن فقه الأولويات نتحدث عن فهم الدين بالشكل الصحيح وكيفية تبليغ الدين بالشكل الصحيح وفهم مقاصد الشريعة وماذا تسعى الشريعة إليه لذلك فقه الأولويات هو حاجة مجتمع حاجة المجتمعات الإسلامية أن تفهم فقه الأولويات وخصوصا على الدعاة والمبلغين لهذا الدين فيعرف الداعية كالطبيب يعرف المريض بماذا يشتكي وما هي الأوجاع التي يشتكي منها ويبدأ بالأهم فالأهم فإذا مثلا الطبيب عنده مريض في حالة إسعافية وعنده عدة أمراض يبدأ في الأهم مثلا النزيف الدموي ثم يعالج مراحل مراحل وكذلك أيضا تنزيل الدين على المجتمع يحتاج فهم واقع المجتمع وحاجة المجتمع ثم نطبق عليه الأحكام الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بتطبيقها هذا فقه الأولويات يعني لو أردنا أن نعرفه حسب الفقه الإسلامي وهل له مستند وشرعي أم أنه من اجتهادي ووضع الفقهاء طبعا فقه الأولويات هو ترتيب القيم والأعمال والأحكام ووزنها في الميزان الشرعي الصحيح بحيث يقدم الأولى فالأولى فلا نقدم المهم على الأهم ولا نقدم المرجوح على الراجح بل نقدم ما حقه التأقديم ونؤخر ما حقه التأخير ولا يساقر الكبير ولا يكبر الصغير يعني دخلنا بنوع من الفلسفة لو أردنا أن نأخذ مثالا ونوضح التعريف بشكل أدق تكتب نعم يعني الآن عندما مثلا نتحدث عن فقه الأولويات نتحدث عن مثلا مدرسة إمام مسجد وقرية فيها مسجد واحد ويتسع المصلين جميعهم ثم يخرج الإمام ويتحدث عن ضرورة بناء مساجد وبينما في الحي لا يوجد مدرسة لا يوجد مركز صحي لا يوجد طريق معبد وخصوصا الآن في المناطق مثلا المحررة لابد الآن الخطيب أن يعي فقه الأولويات هنا ويتحدث عن فضل بناء المدارس يتحدث عن فضل بناء جمعية خيرية دكتور هل مقارن المسجد في مدرسة؟ الاثنان مهما لاحظ الآن هو تقديم الأهم على المهم يعني عندما نقول تقديم الأهم على المهم بناء المسجد ضروري وبناء المسجد فرض لكن الآن المدرسة أهم من البناء المسجد لأن المدرسة من أجل العلم ونشر العلم والطلاب أن يذهبون إلى المدارس والمركز الصحي الآن في هذه الحالة أيضا أهم فالاثنان مهمم لكن نتحدث نحن عن أهم ومهم يعني نوازم بين الأهم والمهم مثلا نجد أن المجتمع منتشر فيه عادة قطع الأرحام فيأتي الخطيب ويتحدث عن الصدق الصدق مهم ولابد أن ينشر بين المجتمع لكن الآن هناك عادة منتشرة في هذا المجتمع وهي مثلا قطع الأرحام لا بد أن يتحدث عن هذه القيمة لكن في هذا المثال دكتور قد تتساوى قيمة الصدق وصلة الرحم لكن حينما نتحدث عن فرض وسنة وواجب ونفل كيف نوازمينها؟ أحيانا تعرض يكون بين فرض وفرض يعني الآن مثلا نزوح في المخيمات تشريد الناس تحتاج إلى طعام وشراب وهذه الأمور ثم يذهب شخص مثلا ويحج عدة مرات يعني لا يتحدث عن حج الفرض لكن يتحدث حج نوافل الآن الأولى الصدقة ويطعامها أولئك المساكين وهذا من ميزان فقه الأولويات الأولى أن يتصدق على هؤلاء وهذا ثوابه أكبر عند الله عز وجل لكن دكتور أعود إلى النقطة السابقة هل نقارن الفريضة؟ يعني هل كما تفضلت قد يكون الأمر متعلق بفريضة؟ هل نساوي الفريضة بمسألة كبناء المدرسة أو افتتاح مركز صحي؟ هذا ليس فرضا وتلك فريضة؟ يعني الآن بناء مدرسة هو فرض يعني طلب العلم فريض على كل مسلم وما يتم الواجب إلا به فواجب أنت كيف يمكن أن تحصل العلم عن طريق بناء المدارس؟ علاج الناس أيضا فرض من أجل الحفاظ على النفس البشرية تداو عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال تداو يعني كان هناك أمر بالدواء وهذا فرض فلذلك نحن نتحدث عن فروض يعني أولويات بين هذه الفرائض وقد يكون يعني بين فرض ونفل يعني مثلا الآن إذا أردنا أن نتحدث مثلا شخص يصلي مثلا النوافل ويعني أذكار والأوراد والصيام النوافل موجود عنده بشكل كامل يعني نعطيه عشرة على عشرة في موضوع صيام النوافل وصلوات النوافل لكن إذا نظرنا فيه إلى الجانب الاجتماعي إلى الواجبات الاجتماعية مثلا بر الوالدين مثلا الإحسان إلى الجوار إحسان إلى الجوار فرض صحيح؟ بر الوالدين فرض وهو من أهم الفروض الصدق مثلا فرض فهو يعني لاحظ يهتم بالنوافل كله لكن هذه الفروض الاجتماعية يتركها مثلا إنسان مثلا يهتم بالنوافل بشكل كامل لكن عنده غيبة والنميمة وهذه الأمور للأسف هذه يقع بها الكثير من الناس فلاحظ هذا اختلال في ميزان فقه الأولويات في هذا المجتمع دكتور يعني هذا الميزان أو فقه الأولويات هل له مستند من الشريعة من القرآن من السنة هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راع ذلك يعني قد يقول البعض الشريعة واضحة والفرائض واضحة والسنة الواضحة من أين تأتون بفقه الأولويات طبعا الله عز وجل يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرامي كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون فلاحظ هذه الآية صريحة في هذا الموضوع وحقيقة هذه نعاني منها الآن يعني الله عز وجل يبين أنه هل سقاية الحاج اطعام الحجيج وضيافة الحجيج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لاحظ مع أنه الاثنين فرط يعني هل يوجد أفضل من عمارة المسجد الحرام وهل يوجد أفضل من سقاية الحاج وهذه البقعة الطهرة نعم ويعني في البقعة الطاهرة هل يوجد أفضل منهما لكن الله عز وجل يبين ميزانا صحيحا للناس فيقول لا يستوي عمارة المسجد الحرام مع فضله وفريضته وآميته كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستون وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة بضع وسبعون شعبة علىها لا إله إلا الله وأدنها إماطة الأذى عن الطريق إذن الإيمان فيه مراتب وفيه شعب ليست مثلا إماطة الأذى عن الطريق ليست كالإيمان بالله تعالى مع أنه الاثنتين هما شعبتان من شعب الإيمان وكذلك مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله ثم أي قال جهاد في سبيل الله ثم أي قال حج مبرور فالآن مثلا أنا سأضرب مثالا إنسان مثلا ذهب إلى الحج ولكن لا يؤمن بالله ورسوله فهل حجه مقبول؟ تأكيد ليس مقبول هذا اختلال في فقه الأولويات لأنه لابد أولا الاعتناء في الإيمان بالله ورسوله صحيح إنسان جاهد في سبيل الله ولم يكن مؤمنا بالله ورسوله هو جاهد لكن ليس في سبيل الله فهذا أيضا اختلاله في ميزان فقه الأولويات أريد أن ألفت النظر أن فقه الأولويات قد يختلف من إنسان إلى إنسان وقد يختلف من بيئة إلى بيئة وقد يختلف من مجتمع إلى مجتمع لاحظ هذا الرجل من يحدد هذه؟ نعم هذه الأولويات من يحددها؟ هذه لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه هذا الرجل فقال يا رسول الله أي العملية؟ فقال أريد أن أجاهد في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال نعم قال ففيه ما فجاهد لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا الرجل وفهم حاله طبعا هنا عندما يكون جاءت فرض كفاية أما عندما يكون فرض عين الزوجة تحتاج إلى ذن زوجها فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا الرجل وفهم حاله وقال له أحي والدك؟ قال ففيه ما فجاهد ممكن يأتي شخص آخر وتكون إجابة مختلفة عن الشخص الأول لذلك الداعية والذي ينشر الدين هو مهمته أن يميز في فقه الأولويات في هذه الحالات أن يقرأ الواقع الواقع وحال الأشخاص مثلا جاء إليه إنسان غني أحدثه عن ماذا؟ أحدثه عن فضل الصدقة جاء إليه إنسان فقير هل أحدثه عن فضل الصدقة؟ لا صحيح لاحظ هنا الأولوية كيف؟ عندما يكون أمامي مجتمع كامل حتى مثلا الأولويات مثلا في الباب وفي عزاس ومناطق محررة تختلف الآن عن الأولويات في إدلب نسأل الله عز وجل أن يعافيهم من القطف فلاحظ الحديث قد تختلف والحديث قد يختلف لماذا؟ لأن فقه الأولويات هنا لا بد أن يكون حاضرا في هذه المجتمعات الأولويات السوريين الموجودين في سوريا تختلف عن أولويات المسلمين الموجودين في أوروبا تختلف عن الأولويات الموجودة في المجتمع التركي طبعا هناك أولويات عامة هذه لا بد من الحديث عنها يعني الآن واقع المسلمين وحال المسلمين وتفرق المسلمين الأولوية والحديث عن إذا نفرق بين الحال العامة والحال الخاصة نعم وحاجة الدولة وحاجة الفرد وحاجة المجتمع لكن دكتور هناك من ينكر عليكم هناك من يقول بأنكم تتحدثون عن فقه الواقع وتقولون يعني تتذرعون بعدم تطبيق الشريعة بفقه الواقع والأولويات لكن أليست الشريعة بحد ذاتها أولوية؟ يعني الشريعة أو تطبيق الشريعة هو أولوية بحد ذاتها نعم يعني الآن عندما نقول أنه تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة لا يأتي دفعة واحدة وإنما هو يأتي عن طريق التدرج وهذا أولوية أيضا صحيح تطبيق الشريعة أولوية لكن ليس دفعة واحدة يعني تماما كما عندما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله اسمح لنا دكتور بفاصل ثم نتابع هذه قصة معكم حفيكم الله أعزائي المشاهدين فاصل القصير ثم العودو إليكم أهلا بكم مشاهدين في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر نرحب من جديد لضيفنا الدكتور محمد نور حمدان دكتوراه في الفقه وأصوله مرحبا بكم دكتور حياكم حياكم الله دكتور تحدثنا قبل الفاصل هناك من ينتقدكم بأنكم يعني كثيرا ما تركزون على موضوع فقه الأولويات وتقدمونه وتغفلون مسائل أخرى يعني مسألة تطبيق الشريعة بحجة فقه الأولويات كما يقولون أنكم تعطلون تطبيق الشريعة أليست الشريعة يعني بحد ذاتها من الأولويات طبعا يعني تطبيق الشريعة الآن تحتاج إلى فهم للأولويات حتى تستطيع أن تطبق شريعة كاملا وجملة واحدة فلا يمكن أن تطبق الشريعة دفعة واحدة هكذا بل لابد من التدرج مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يعني كان يسمى خامس الخلفاء الراشدين سأله ابنه أنه بما أنه أنت معك قوة وسلطة لما لا تحمل الناس على الحق دفعة واحدة يعني هناك عصات هناك مفسدون هناك مجرمون لما لا تحملهم على الحق دفعة واحدة فقال أخشى إذا حملتهم على الحق دفعة واحدة أن يتركوا الحق دفعة واحدة فلذلك يعني عمر بن عبد العزيز مع أنه كان الخليفة والحاكم فهم أنه لا يمكن حمل الناس على الحق دفعة واحدة بل لا بد من التدرج النبي ﷺ والدعوة الإسلامية بشكل كامل هي فقه للأولويات يعني هل لنا بنماذج من سيرة النبي ﷺ على مراعات فقه الأولويات الآن المرحلة المكية والمرحلة المدنية في المرحلة المكية النبي ﷺ على ماذا ركز على الإيمان بالله على توحيد الله وحدانية الله هل كان هناك تشريعات في مكة؟ لم يكن هناك تشريعات في مكة على الإطلاق؟ على الإطلاق وإنما كانت تشريعات كلها في المدينة عندما العقيدة استقرت في نفوس الناس وأمور الأخلاق أيضا تبينت أمور الأخلاق لأنه كان التركيز كله على العقيدة والإيمان بالله ووحدانية الله والرسل والتركيز على فضائل الأخلاق ومكارم الأخلاق والقيم الأخلاقية بعد أن تركزت هذه الأمور بدأت تشريع الصلاة ثم الصيام ثم الجهاد ثم الزكاة كلها كانت هذه التشريعات فلاحظ هذا فهم لفقه الأولويات وهذا ما قالته عائشة قالت لو أول ما نزل من القرآن الكريم لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو أول ما نزل من القرآن الكريم لا تتركوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا مع أن الزينة يعني محرم ويناقض مبدأ أخلاقي عظيم في الإسلام لكن كانت التشريعات هذه كانت كلها بالتدرج يعني أولا تثبيت الإيمان بالله تعالى وتثبيت وحدانية الله عز وجل وتثبيت مكارم الأخلاق والقيم الأخلاقية المهمة في هذا المجتمع وبعد ذلك كانت التشريعات فهذا هو فهم لأولويات المجتمع اليوم مثلا هذا المجتمع يعاني من مشاكل اجتماعية كبيرة ما هو من المعقول أن أحدثهم عن أمور مثلا هي في النوافل أو في مثلا الكماليات نعم في الكماليات وإنما أحدثهم مثلا أنا في المسجد ويعني خارج المسجد أناس يجوعون يموتون جوعا لابد أن أحدثهم عن فضل الصدقة حتى يعني الأحاديث أحيانا الأحاديث هذه مثلا اليوم مثلا ونفترض الموسم موسم حج قبل أيام من الحج لا بدنا خطب أن يتحدث عن فضل مثلا عن الحج وأركان الحج وواجبات الحج فهذا أيضا يعطي أولوية مثلا في حديثه صيام مثلا يعطي أولوية في حديثه عن الصيام فهذا أيضا فهم لفق الأولويات جميل دكتور يعني لو أردنا أن نستفيد أكثر وأنه يعني هذه التطبيقات العملية لفق الأولويات لو أردنا أن نسقطها على واقعنا أكثر في سوريا نعم أين نحن من فق الأولويات الآن نحن فلن تجد في مناطق المحررة يختلفون على أمور جزئية ويستغرقون في أمور جزئية المسبحة هل هي بدعة أم ليست بدعة عيد المولد النبوي هل هو بدعة أم ليس بدعة الاحتفال برؤسة الهجرية بدعة أم ليس بدعة ويختلفون في أمور تفصيلية بينما النظام على مقربة منهم عشرات الكيلومترات طيب الآن في فق الأولويات لا بد أن تتحدث عن وحدة المسلمين عن وحدة الصف عن وحدة الكلمة بدأ من أن نجد فصائل متقاتلة ومختلفين بين بعضهم أن تحدثهم عن هذه الأمور هذا هو الأولوية وأن يتفق الناس يتحدثون عن هذه الأمور يتجاوزوا الخلافات الجزئية الفقهية التفصيلية هذه محلها العلم ومحلها مجالس العلم ويمكن أن تحدث عنها ويعني ترد الأدلة وترد هذه الأدلة لكن ليست الأولوية الآن أن تستغرق في معارك جانبية وفي معارك جزئية مقابل المعركة الأهم الآن حتى في الثورة السورية بشكل عام يعني الآن تجد مثلا السياسيين مثلا في الإتلاف في أجسام سياسية معارضة يختلفون كيف مثلا سنضع مثلا من نضع الرئيس من نضع كذا من سيستلم هذا المكتب من سيستلم هذا بينما يعني الدول كلها لا تأبه في هذه الأجسام السياسية لابد أن تتخطط كيف أنه يعني تجعل لهذه المعارضة وزن وتجعل لهذه الأجسام السياسية وزن ووزن وكيف يكون لها وزن ووحدة الكلمة أمام المجتمع الدولي يعني من جميل ما قرأت أن الإمام الغزالي استنكر على أهل زمانه توجه الكثيرين من طلاب العلم نحو تعلم الفقه في حين لم يكن في عصره هناك طبيب من المسلمين يقوم على التطبيب المسلمين وزوجات المسلمين ويستأمن على أعراضهم وامراضهم وكذا فأنكر عليهم الإمام الغزالي ذلك لاحظ يعني يعني كثير من كتابات الفقهاء في هذا الموضوع تبين لك الأولويات في هذه الأمور مثلا يعني في الشريعة الإسلامية أولوية الكيف على الكم فالشريعة لا تنظر إلى العدد الكثير وإنما تنظر على الجودة والإنتاجية والنوعية تماما كغزوة بدر أنه كيف كان العدد قليل وانتصر بالرغم من ذلك لأن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن تقنه الأولوية مثلا في الشريعة العلم على العمل فلابد أن تكون عالما ثم بعد ذلك تعمل أولوية الإتقان والفهم على الحفظ وهذا منتشر في موضوع القرآن الكريم يعني الآن مثلا أن تفهم عشر آيات وتطبق الآيات العشرة وتنشرها بين الناس خير لك من أن تحفظ القرآن كله ولا تطبق هذا القرآن صحيح لكن هذا لا يمنع تحفظ القرآن تحفظ القرآن مهم لكن نحن نتحدث عن أولويات أولوية الفامة على الحفظ صحيح فالآن مثلا يعني إذا حفظت القرآن ولم تطبق ولم تفهم معناه زيادة نسخة لكن أن تفهم عشر آيات وتفهمها وتحفظها ثم تطبقها بين الناس وتنشرها هذا أفضل أولوية العمل المتعد على العمل القاصر يعني مثلا رجل عالم خير من ألف رجل عابد لماذا؟ لأن الرجل العابد ينتفع عبادته وحده هو الذي ينتفع بصلاته وصيامه أما العالم ينشر العلم بين الناس فلذلك لاحظ في الشريعة السلامية أولوية العمل المتعد على العمل القاصر أولوية العمل الكثير على العمل المنقطع قليل دائم خير من كثير منقطع فأنت مثلا إذا كل يوم صليت ونفترض ركعتين نفل أفضل أن تصوم في اليوم مثلا 20-30 ركعة ثم تنقطع عن هذا العمل لكن بالمقابل دكتور يعني تطبيق فقه الأولويات بصراحة قد يدفع بعض المتقاعسين عن أداء الحقوق والواجبات سواء تجاه الأفراد أو تجاه المجتمع أو تجاه الدولة يدفعهم إلى التهرب من الكثير من المسؤوليات إذن كيف نضبط موضوع فقه الأولويات بحيث لا نخرج من مشكلة ونقع في أخرى وندور في حلقة مفرغة كما يقال اليوم عندما نتحدث عن فقه الأولويات نتحدث عن فهم الدين ونشر الدين هذا أولوية بالنسبة للدعاة فالدعاة هم الذين ينشرون هذه الأمور أما التطبيقات السيئة فقد تجد بعض التطبيقات السيئة لكن لابد أن الداعية أن يفهم المجتمع ويفهم واقع المجتمع هل هناك ضوابط تجعل هذا الداعية ينضبط بمنهج معين لا يخرج عن خير طبعا يعني من المناهج مثلا بالنسبة للدعاة أولوية التبشير والتيسير على التعسير والتنفير هذا منهج يعني الآن الداعية مثلا إذا وجد شخص يأخذ جانب الأيسر يأخذ جانب التبشير وهذا أولوية في الدين يعني الدين قائم على يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وإن هذا الدين يسر ويريد الله بكم ليسر لاحظ هذا منهج كامل في هذا الموضوع فلذلك يمكن الداعية مثلا أن ينضبط في هذا المجال أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يخفف صلاة في صلاته يعني الصلاة التي بينه وبين ربه وكانت يعني يعني أعظم النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع في الصلاة ويرتاح بها ولكن بالرغم من ذلك عندما مثلا يخفف في صلاة الجماعة لماذا؟ من أجل الضعيف ومن أجل السقيم ومن أجل الكبير ومن أجل الأم على ولدها فلاحظ كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب التسير والتبشير على التعسير والتنفير دكتور ذكرت بأن المسؤولية تتركز بشكل أساسي على الدعاء لكن في الحقيقة هناك الكثير من الإشكالات أحيانا سببها الأفراد أنفسهم هل مراعاة فقه الأولويات محصورة فقط أو منوطة بالعلماء والدعاء وأصحاب الرأي أم أن الموضوع يجب أن يكون ثقافة مجتمعية هو الحقيقة هو فهم مجتمع يعني الآن الأب في منزله يطبق الأولويات يعني مثلا عندما يجد الآن أطفال يجب أن يذهبوا إلى الدراسة ومعه بعض الأموال فماذا يقدم؟ يقدم الآن مصرفات المدرسة الآن يقدم الضروري على هو الكمال في المنزل بالنسبة للإنفاق فلاحظ هو يطبق موضوع الأولويات في هذه الأمور لكن لا بد أن يفهم الدين أيضا بطريقة فقه الأولويات يعني مثلا أولوية مصلحة الجماعة على المصلحة الخاصة هذا ألا يجب على جميع المجتمع أن يفهم هذا الموضوع؟ وأنه مصلحة الجماعة مقدمة على المصلحة الفرد؟ وأنه مثلا الإنفاق مثلا إذا كان للجماعة هو مقدم؟ العبادات التي يعني متعدية النفع على العبادات القاصرة ألا يجب عليه الفرد في المجتمع أن يفهم هذا؟ الآن مثلا في وقت مثلا نكبات وفي وقت أزمات أولوية العمل في زمن الفتن ما يعتزل الناس ويقول أنا ما العلاقة فيهم دكتور دهامنا الوقت بأقل من نصف ثقيقة نلخص حلقتنا اليوم والرسالة التي يجب أن نخرج منها من هذه الحلقة نعم في الحقيقة يعني ألخصها في قوله تعالى مما ابتدأنا به أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرامي كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغن رزاكم الله خيرا نشكر لكم دكتور محمد نور حمدان دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله حضوركم معنا في هذه الحلقة وأنتم أيضا عزائي المشاهدين نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم نذكركم أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم وصف ساراتكم من خلال المنصات الظهر على الشاشة أمامكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة